اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه يعني ان شاء الله بإذن الله انا خدت الدبلوما مفروض ودلوقتي مفروض بقدم الماجستير بتاعي يعني بإذن الله في التمثيل وتفاصيل التمثيل بتاعتنا يعني كده يعني ليه؟ يعني اتحققت وتألقت وتنجمت وكل حاجة فعايز عام الماجستير ليه؟ لا يعني ده أنا عامله النفسي يعني من قبيل يعني يموت المعلم ولا يتعلم زي ما بيقوله حابب أخد أكتر أتعرف أكتر أتعلم أكتر ويمكن حتى الفكرة اللي أنا حابب أحطها في الماجستير يعني على قامتنا الكبيرة جدا في فن التمثيل من أسات زيتنا الكبار اللي تعلمنا منهم حابب يعني نحط تحتوه أصبط كده كانوا بيشتغلوا ازاي شايفين الدنيا ازاي بيمثلوا من أن يحت الناس دي تستحق الأوسكار فعلا الناس دي تستحق أنها تأخذ مكانتها اللي تستحقها يعني كنوع من أنواع التأريخ وكنوع من أنواع أن إحنا فن التمثيل إحنا نعتبر من أقدم البلاد أو في المنطقة على الإطلاق يعني اللي نشأ فيها حاجة اسمها فن التمثيل من أول السينما الصمتة لغاية بعد كده المتكلمة ثم وأبدعنا بقى يعني أبدعنا كوميدي تلاقي تراجدي تلاقي تاريخي تلاقي دنيا يعني فمحبة وحب من اللي أنا تربيت عليه وشفته من وانا صغير لما جات لي الفرصة أن أنا أعمل حاجة زي كده بصراحة قلت ليه لا يعني أتعلم أكتر وأشوف أكتر يعني طيب ده كلام أعداما أن أنك انت ممكن تكمل بعد كده وتخش تعمل دكتوراه وحاجات زي كده والله بص على حسب أنا مبرتبش يعني هي كل خطوة أنا بالنسبالي حسب ما بتيجي في وقتها يعني لو لقيت نفسي أن أنا متاح أن أعمل حاجة زي كده شيء جميل بالنسبالي يعني حتى لما خدت الدبلومة وكانت بصراحة العميدة الدكتورة نبيلة حسن وأستاذنا أشرف زاكي يعني كان وقفين جنبي في فكرة تم نجرب تم نحاول تم نشوف فلما دخلت بصراحة استمتعت يعني شفت حاجات وشفت أنواع مسارح وتفاصيل وعدت دراسة تاني نعم فكرة أن أنت تقعد على التختة تاني بعد الفترة دي وتلاقي الورقة اللي هي عارف الورقة البيضة دي المسطرة بخدر دي تيجي تكتف فيها تاني يعني الموضوع كان صعب عليها شوية ورقم الجلوس والكلام دي بس إيه يعني انبسطت بصراحة فقلت يعني لو ربنا أراد سبحانه وتعالى أنه أعمل خطوة زي دي ممكن يعني ما عنديش أزمة فيها بإذن الله أنت ليه مسلت ليه خدت قرار تدرس الفن تدرس التمثيل وتاخد قرار خلاص إنه دي حياتي والله بص يعني أنا دايما يقول يوسف الحسيني دايما بيجيب أسئلة جديدة بصراحة يعني وإجابتها أصعب يعني بص يعني هقول لك من الأول خالص يعني من الأول خالص الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى ثم للتوجيه المسرحي في المدارس في وقت أنا كنت في وقت فكرة النشاط المسرحي والإلقاء الشعري ونحن نهتم بفكرة الشعري ونقوله ونكون جوايز وجمهورية وتفاصيل ونمثل مسرحيات لكتاب كبار وحاجات زي كده وإحنا لسه صغيرين زي أردة كده يعني ما فيش حاجة خالص يعني زي ما تقول إنه ده أخدتني بقى يعني من عند المدرسة كده إنه ده أخدتني حتى بعد ما خدت السنوية العامة فكان جاي لي بقى كذا كلية والتنسيق وبتاعه فحاجتين بصراحة أنا قدمت فيهم دول اللي أنا كنت أحببهم أو ثلاث حاجات قدمت فيهم ساعتها يعني أنا قلت الوالدي إنسى التنسيق ما إمناش دعوة التنسيق هيعمل يعني والدي كان يعني كان الله يرحمه يعني كان متفتح بشكل لطيف طوله إنسى التنسيق أنا قدامي حاجتين يا أنا هقدم شرطة وحربية ومع ثمون مصرحية وص بقى هوي من يجبش جايلك الشرق والغرب أه والله يا كذا حصل ده وصل لدرجة إنه يعني وفقت الأشياء إن امتحانتهم مع بعض يعني كنت بامتحن امتحانات شرطة في نفس وقت امتحانات حربية في نفس وقت امتحانات المعهد وفاكر في يوم بالذات كان اليوم الرياضي بتاع شرطة كان يوم ثلاث وكان عندي امتحان مع في الورشة بتاعت التمثيل مع دكتور سعد أردش الله يرحمه الله يرحمه فأنا مفروض قعد معي يوم لتنين فبيقول إن تسعة تسعة وسانية تسعة ودقيقة مش هتخش ولأهم ما دخلتش هتسقط وكان ليه طريقة كده حاجات كده يعني فوكان اليوم ده امتحان الرياضي في الشرطة في العباسية في العباسية الله أكبر عليك في العباسية وده في الهرب وده في الحد في جلنا ما قدمش ايه بالزبط والله وده كان في والأكاديمية في الهرب هنا بقى فيه بقى قرار بس أنا ما زلت متمسك بالاتنين فعملت ايه بقى الساعة اتنين بالليل يوم الاتنين رحت بيت قدام باب كلية شرطة عشان تخش بادي عشان اخش اول واحد وامتحانت اول واحد الساعة سبعة الصبح بدأت الامتحانات خلصت الامتحانات كلها ساعة تمانية اتحركت من العباسية كنت في الهرب تسعة الى خمسة وحضرت الامتحانين وخدت هنا والله وانجحت فعلا في الرياضي ولائق هنا وروحت عن الدكتور سعد خدت لائق وكده فيعني دي كانت توجهاتي يعني انا كنت بحب جدا الفكرة ان انا لا كنت ممكن نبقى زابط او حاجة او كده يعني واعتقد انه جيلي معظمه او جيلنا معظمه كان من اول العيد البدلة بتاعت البدلة البيضة اللي بنلبسها بدلة العيد دي بدلة الشرطة ده كله اعايز اطلع ايه دكتور زابط مهندس اه او طيار اه يعني اه في حاجة كده ففديكة الفكرة يعني فللأسف ما توفقتش بقى في بعض الاختبارات في النهائيات يعني بتاعت الاختبارات بتاعت شرطة او حربية وفجئت ان انا نجحت في المعهد العلبي المصرحي فجئت فجئت اه بس 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 انا اظن انك انت كان نشاطك متميز يعني الحمد لله انت كنت قدرت وسط الجيزة الله اكبر عليك ايوه ايه ده ايه ده ايه ده اعلم وانك الكسير وانا ايضا اعلم اه والله ايوه لا لا بفعلا هقولك بعد وانتخلص انا عارف من ايه ده ايوه انا عارف اسم المدرسة لا 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 اعرف ناس دفعيتك لا دي حقيقة فعلا بالمناسبة وده برضو حاجة حاجة مهمة جدا ادارة وسط الجيزة التعليمية دي كان بيطلع منها جبابرة الجمهورية اه في اي نشاط اه دي حقيق رياضة اه مسرح اه القاء اه اسمه ايه ده كان فيه خطابة ايوه ايوه كان فيه زعمة درسية اه احنا 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 يعني انا الحمد لله يعني اعتقد ان انا كنت في المدرستين اللي انا تحطيت فيهم في وسط الجيزة دي انا كنت من يعني زي يقولون من المحظوظين لانه الناس كانوا عاملين زي الكشافة يعني مش بس كانوا مجرد ان هم عايزين يعملوا النشاط عشان يعملوا المسرحية اللي تقعد نص ساعة والناس تمشي والقالية تسقف وكانت لأ احنا احنا انا فكر احنا كنا بنعمل الليلة العرض ثلاث ساعات ثلاث مسرحيات بنعمل نابليون بونابارت بنعمل الاستاذنا الكبير محفوظ عبد الرحمن بنعمل احذروا ما اجملنا بنعمل حاجات لأستاذنا نجيب محفوظ بنعمل انا اخرجت اول مسرحية اخرجتها كنت في قولة سنوي كانت لكاتب لبناني الاستاذ اديب لحود طبعا وانا لسه ما فيش حاجة يعني وكانت مسرحية شعرية من ثلاث فصول ولازم اعمل لها اعداد رامي عشان اوصلها لمدة ساعة لربع ومش عارف ايه لا يعني انا كنت من المحظوظين ان الفكرة تزرعت جوايا بدري وروحت فيها بقى يعني تدت امشي فيها يعني والمعهد بقى انت متصور الحالة بتاعت انه شاب في مرحلة نشقته عنده 15-16 سنة بيقرأ الاديب لحود وبيعمل معالجة انها تصلح لمسرح المدرسة ويخرجها وهدي برضو حالة انا بستغرب هو احنا ليه قضينا عليها بادينا لا يعني اعتقد يعني اكيد فيه اماكن موجودة وفيه بعض التوجهات المسرحية الموجودة في المدرس ممكن يبقى فيه ده شغال وكل حاجة بدأوا يعني بدأنا بقالنا حوالي سنة كده ولا سنتين نشجع تاني النشاط المسرحي بص النشاط المسرحي ده عظيم يعني بالذات المسرح لانه بيعمل نوع من انواع اه كشفة حلوة اه الخطبة جميلة بس النشاط المسرحي عشان شامل حاجات كتيرة جدا يعني مثلا 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 عشان انا اعمل المزيكة بتاعت المسرحية مثلا انا سمعت كل شرائط استاذ عمر الشريعي مزيكت كلها كتا عندي الساونتراك بتاعت كل اعماله استاذ عمر خيرت استطعمت يعني ايه مزيكة ازاي حط المزيكة اللي اتعبر عن المشهد ازاي ان انا انزل مثلا في وسط البلد ادور على مزيكة الطيب والشرس والقبيح اللي هو الفيلم الاجنابي ده ازاي ادور على مزيكة مش عارف ايه عشان نعمش عارف وفكرة الوعي بتدي احساس وانتقرى شاعر من وانت صغير كده بتكون عندك خيال وخلق واحساس مختلف بتربي عند الشاب فعلا تفاصيل مختلفة غير انه ممكن اي اتجاه ياخده يمين او شمال لان مجرد ما مدركه بتوسع ووعيه بيوسع بيقدر يحكم على الاشياء بشكل كويس وبيشوف في الشخصيات المسرحية اللي بيعملها او المسرحيات اللي بيقراها الطيب والوحش والكويس وازاي نعبر عن ده وازاي نعبر عن ده وازاي نعبر عن ده ففعلا شيء مفيد يعني النشاط المسرحي المدرسي بالذات لو قعدنا نتكلم من هنا انا منساش الاستاذة حياة يوسف وهي يعني كانت مسؤولة التوجيه المسرحي في ادارة وسط الجيزة علمتنا كتير ووريتنا كتير وبجد فيعني كانت مرحلة بالنسبالي انا كنت معتبرها هي المختبر هي المعمل يعني انا طلعت من سنوي دخلت المعهد فكان دايما ما يبقى عندنا شباب خرجين الجامعة ودخلين المعهد فكانوا يحسوا يعني ليهم قدم سبقى عندنا شوية يعني الجامعة طبعا معمل كبير سنة كنت بالنسبالي ده مش فارق قوي ليه لان انا خط المعمل ده في ست سنين من اولى اعدادي الغاية الثالثة سنوي كنت شغال في المسرح الترمين بنعمل عرض اخر كل ترم بنعمل مش عارف ايه نروح نجيب الملابس نروح نجيب الحاجات بتاعت الشعر الحاجات اللي هتتلزل او بنعمل تاريخي اللغة العربية ازاي تتنطق ازاي تتعمل ازاي تتقدم حاجات كتير جدا يعني من ضمن الحاجات اللي هتتنظري انك قلت جملة او كلمة تحديدا وتوصيف انا بالنسبالي ده جميل لانه غاب نزلت جبت كل او سمعت كل شرائط عمار الشريعي ما قلتش كل البومات عمار الشريعي فانا كلمة البومات دي الحقيقة بخيري بقعد شد في شعر يعني البومات ايه هي اسمها كان شريط ما قلناش بقول كلمة البوم دي اصلا ايوه اصلا ايوه اصلا يعني يعني مش عارفة يعني كل واحد عاوزي عن نفسه شيك يقولك اسمات الالبوم بتاع البوم ايه ايه اوكي اسمه شريط يا عم يعني ماذا يعد اضحك على بعض ماذا عشان الشباب الجديدة برضو لسه معانا معلش يعني بس بس لا يعني فعلا يعني لما تسمع مثلا المزيكة بتاع الدموع في عيون واقحة لوحدها من غير ما تكونت كمان اتفرقتها على القامة العظيمة لأستاذ عادل امام وهو بيعمل المسلسل تسمع المزيكة جات لأستاذ عمار الشريع ازاي لما تسمع رقفة الهجان لوحده البريء 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 بغني بصوته ايه ده ايه ده يعني بتوديك في حتة كده يعني بتربي خيال وبتربي مشاعر وبتربي احسيس جوا الواحد ممكن الواحد ساعتها ما كانش حاسس ان ده بيتعامل جواه ده كان بيتعامل بشكل تلقائي يعني كان بتجبر جواك الاشياء بشكل تلقائي بتعرف تستطعم الاشياء وتحكم عليها بشكل تلقائي اه لما تعرف تفرق مجرد ما تسمع التراك دوت فتعرف اه ده أستاذ عمر خيرت اه البيانو بالشكل ده بالطريقة دي فده أستاذ عمر خيرت ايه ده لا يعني شيء عظيم يعني النشاط المسرحي ده أنا فعشان كده بقولك لما كان بتوع الجمع بقى معنا في المعهد ولا في الاكاديمية انا ما كنتش حاسس بغربة بينهم طبعا لان انا كنت حاسس ان انا مريت بالتجربة مريت بالتجربة وخدت المختبر ده وخدت المعمل ده جامد يعني دست فيه جامد جدا جدا مسبقات مسبقات القاء مسبقات مصرح شعر اخراج تفاصيل تأليف شعر حتى يعني كده يعني اولا هو طبعا واضح جدا حاجتين واضح هي مسألة الشغف المزهل جدا بتوع الست سنين الرئيسيات لو صح التعبير فيه تكوينك كممثل فيما بعد ذلك واضح قوي ان انت دخلت المعهد مش رحلة البحث عن الشهرة والنجومية والاموال انت داخل حاجة بتموت فيها واضح دايما في نطق اللغة العربية بتاعنا ضال انه انت كمان مش يعني هو طبعا أصدقائنا خارجين المعهد بيبانوا انه دول درسين عربي مظبوط دولة البدنية بتاعتهم بتبقى بينة الى اخره بخلاف الناس اللي بتبقى حتى وهم رائعين ودخلوا للمهنة بس بعيدا عن المعهد لا فيه اختلاف هو كمان لسانك واخد على العربي الفصيح فده معناه انه دفع منقول اعدادي انت دايس في الموضوع وهنا يجي السؤال انت ما شغلتش بالك على الاطلاق زي ما انا كنت بقول اظن ذلك وهو واضح بمسألة النجومية البطولات الاموال المش عارف ايه فالله حصل انك حصط هدي النجومية بامتياز الله يخليك يعني بس فعلا يعني كلام حضرتك صادق مية في المية لانه انا حتى لما دخلت المعهد ودرست اربع سنين انا تقريبا ما اشتغلتش خالص في اسناء الدراسة تقريبا يعني يعني بنسبة تسعة وتسعين تسعين من عشرة ما اشتغلتش خالص والحمد لله طلعت من الاوائل في المعهد ثم بعدك من على حتى على مستوى الاكاديمية وبعد ما تخرجت بقى انت عارف الخريب بيبقى بقى ايه يعني ايه على رأي محمد سادق يدب ايده في الحطة تطلع ناحية تانية مركز الشباب يعني عارف السكة دي للأسف ما كانش فيه اي تفصيلة ينفع الواحد بقى يعبر بيها عن نفسه او يعرف يوصل بيها بشكل او باخر فاعدت فترة من السنين بعد ما تخرجت يعني كانت حالة صعبة كانت حالة صعبة او فيه طاقة ومحبوسة يعني مش عارف تعمل ايه اتمسع عن نفسك تعمل ايه يعني فالى ان ظهر في حياتي بصراحة يعني شخصية من الشخصيات وكن لها كل الاحترام والتبجيل والتقدير والمحبة واخوية الكبير والاستاذ خالق جلال اه اه يعني انا الشهادة لله انا بحب حب اه الرجل ده يعني هو طبعا هو مخرج عبقري من المخرجين المصرحيين العظام في مصر يعني ولنا نفتخر به وفي نفس الوقت هو نقدر نقول عليه صانع نجوم او صانع ممثلين انا ليه الشرف ان انا انتمي لاكاديمية الفنون ليه الشرف ان انا انتمي للمعهد العالي الفنون المصرحية واخد هذه الشهادة وشرف كبير ليه بكل الاسادزة الكبار والدكاترة الكبار اللي علموني لكن كانت تجربة استاذ خالق جلال كانت تجربة متفردة شوية وجديدة من نوعها وهي فكرة ان احنا لما كنا بنتخرج ما كانت شي فيه مصارات واضحة ما بين الماركت وما بين الناس اللي اتخرجت ما فيش مصارات واضحة يعني كلها محاولات فردية يعني انا متعرف على يوسف فيوسف عارف مخرج فما تيجي انضال تقعد فيتعرف فيدخد دور ما تاخدش دور انت ودورك انت وحصك لكن الفكرة اللي كان عاملها استاذ خالق جلال في استوديو مركز الابداع هو الى الان قائم بصراحة واعتقد انه كتير من الوسط الفني دلوقتي الشباب هم خرجين مركز الابداع كاتهية دي بالنسبة لي او هو ده حتى كان فكرة المشروع الاساسية او هدف المشروع الاساسي هو اللينك ما بين الطاقات بتاعة الشباب بالتمثيلية دي والماركت الماركت كماركت منتجين وممثلين ونجوم وصناع يجوا يتفرجوا على الطاقات دي باشكال معينة بتفاصيل معينة فياخدوهم للماركت فيعرضوهم لسوء وده حصل معايا بقى او مع غيري من خلال مركز الابداع يمكن بعد ما تخرجت باربع سنين دخلت مركز الابداع قعدت فيه تلت سنين دراسة تانية خالص يعني بشكل مختلف تماما يعني فكرة اعداد الممثل الشامل اللي عنده القدرة انه يغني ويرقص ويتحرك ويمثل ويقول لغة عربية ويقول ويدحك بالعامية ويعمل كل الحاجات دي كان من من خلال الورشة دي ومن هناك برضو لن أنسى فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى أستاذ شريف عرفة بقى يعني شافني عند أستاذ خالق جلال وأستاذ صندرا نشأة طبعا أول حد خدني في ملاك اسكندرية بس أستاذ شريف عرفة يعني رمى علي الهلب جامد يعني كان أعجب بي وأنا بعمل كنت المسرحية المسرحيات اللي عملتها عند أستاذ خالق جلال فخدني من إيدي أم حطيني في تامر وشوئي كنت لافت في تامر وشوئي بشكل غريب ايه وبعدها جزيرة ثم بعدها كانت لحظات حرجة وبدأت بقى الفكرة بتاعة شهادة ميلاد إنه فيه بني آدم فيه شخص فيه حد بيعرف يقول الكلمتين قدام الكاميرا وهو العبد لله يعني قبل ما نبدأ أنا قعدت الحقيقة أستمع بإنصاط ل محاضرة بالمعنى الحلو الحقيقي كلمة محاضرة يعني على مسألة المدارس سبعتها من النضال على المدارس في التمثيل وفي الأداء وحاجات زي كده و و وده بيخليني بعد أسأل هل هنا بقى نضال هو من مدرسة من هذه المدارس ولا نضال بيحاول يجمع أكبر قدر ممكن من مدارس الأداء التمثيلي لأنه زي ما كنت بيقولك في مثلا إبراهيم لبيض أنت شرير وبلطجي بس أنا كنت كل ما بشوفك في مشهد ألاقي نفسي أدعم مال بدحك لأنه أنت معملتش أي حاجة داحك الحاجة كنت بيقولك أنا أكتر أنا كي يوسف تركبتي اللي بيحاول يدحكني ما بتحكش واللي ما بيحاولش خالص بيبقى لو هو جوا سر ما هي بقى بتاع تحضراته خلاص أنا اتحكت يعني أنا في إبراهيم لبيض بقدر ما اللي هو طبعا أنا أكيد منحاز بقى لأحمد السقق يكام شاهد في الفيلم بقى لأنا عايز إبراهيم لبيض يكسب بايش وجزء منحاز إن أنا بحب سقق قوي قوي يعني صاحبه وحبه فأنا بقى منحاز وادم دا العمل هو بقى إبراهيم فما ينفعش إبراهيم يتهزم فأنا شايف وش نضال إن هو مستني لحظة الانتقام بس انتظار الانتقام دا بيخلي قاعد عمال بضحك اللي هو إيه هياخد الغدر خلي بالك يعني يعني هو طبعا يعني مدارس التمثيل مختلفة مختلفة يعني أنا مش عايز بس الليلة بتاعت العيد الحلوة دي تبقى يعني محضرة زي ما انت بتقول لا والله محضرة ياريت يعني بس هي مدارس التمثيل مختلفة يعني فيه ناس اللي بتحب فكرة المعايشة الكاملة إنه يعيش معايشة كاملة طبعا إحنا لنا صدق فيها مع أستاذنا النجم الكبير الله يرحمه أستاذ أحمد زاكي كان متبع هذه المدرسة وكان بيحب هذه المدرسة إنه يعيش اللحظة ويعيش الدور كأنه قبل ما يخش الستوديو بيخلي أحمد زاكي يقعد في العربية وهو يخش بالكاركتر اللي هيشتغل به طول اليوم هو ده اللي عايش به ففي مدرسة تانية بتعتمد على فكرة إنه بصمة الممثل زايدة في الدور يعني إنت بيجيب الدور ليك إنت وتعمل هذه البصمة وعندنا أمثلة كبيرة جدا من أيام الأبيض واسود لغاية دلوقتي زي أساد زيتنا الكبار أستاذ زاكي رستم وأستاذ محمود المليجي وأستاذ أخويا الله يرحمه خالد صالح دول من النوعية دي يعني جيب الدور ليك فبنفس تقطيع الكلام بنفس الطريقة بنفس الأكشنات أما تيجي تتفرج على أستاذ زاكي رستم مثلا وهو بيعمل الباشا مثلا في سيدة القصر وقولها أنت يا أمال ولازم مش بنفس الحاجات لما تلاقي نفس التقطيع ده بيقوله في المعلم بتاع السمك آه طب طب إنت زاكي يعني أنت مفترض برا المعجزة أن أنت ما تقتنعش يعني تقول لا 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 أكيد التقطيع ده مش بتاع الرجل لكن المبهر في الموضوع أن أنت تقتنع وتندمج معاه لما ييجي يعمل أبو البنات اللي هو إبعي دياشتان وموظف الغلبان اللي مش حارف ليه وبرضه بيقول بنفس التفاصيل للحاجات بنفس تقطيعات وبنفس الحاجات والاسترس على الكلام وكا برضه تروح معاه صح فهي إذن زي ما تقول كل مدرسة ليها جمالها وكل مدرسة ليها الناس اللي بتتقنها بالنسبة لي ما عرفش أحكم على نفسي أنا عامل إزاي ده بيتساب أكتر للسادة الأفاضل النقاد هم اللي يقدروا يقولوا والله إحنا لما شفنا مجموعة الأعمال للفنان الفلاني فإحنا نقدر نقول إنه هو في الحتة الفلانية لكن أنا عن نفسي أنا بحب الفكرة أنا بحب التمثيل بحب عيش اللحظة يعني مثلا بيبقى عندي مشهد أقسم لك بالله سيدك لما يبقى عندي مشهد مثلا صعب ولسه كان في الإمام كنت مورينه ميام سودة في البيت يعني كان عندي مشهد فعلا صعب يعني كنت نايم وأنا دماغي عمال أفكر هقوله منين وهلعبه إزاي وهعيشه إزاي وإزاي هقدر أسيطر على الموقف اللي هيبقى موجود موضوع كان كان بالنسبة لي ما بنامش ما بعرفش أنام أنت كنت بتنام تحلم وتتعايش وتصحى وتاكل أنت عمال بتفكر أقص إلا أنا المشهد ده أنا فاكر أنا الكلام ده في رمضان اللي فات يعني بتاعنا ده يعني المشهد اللي هتشوفوه إن شاء الله أو شفتوه يعني بلحقش يشوف يطلع على ورش لازم والله يعني أنا بحب المسلسل ده أو يعني لأنه بقى نتكلم فيه ده ده موضوع تاني بس المشهد ده أنا نمت الساعة تلاتة الفجر أو الساعة أربعة تقريبا كان بعد الفجر تقريبا وأنا عمال أفكر في المشهد كلام المشهد أنا حفظه بس مش 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 شبق يعني في حاجة عايز أقولها عايزي حاجة ساعة ستة الصبح فتحت عنايا قمت عملت شوية كلمتين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده جنب الكلام المكتوب اللي هو مش عارف إيه خدت نفسي ونمت بس يعني اللي حلمت بيه ككلام قمت كتبته وطبعا وريته طبعا للأساذ الأفاضل وخدت الموافقة منهم الساعة ليس حج المخرج وهي ما تجيش اللي كده أنا حستها فأقول لك حاجة أنت حست أنت عاوز تغير حاجات في حتة تفصيلة كده مهمة أنا عايزة أنطقها يعني هقول لك حاجة المؤلف بيبقى أقرب ما يكون للشخصية ليه لأنه هو اللي بدعها من البنات أفكاره والكلام الحلو اللي بنسمعه والكلام ده وده حقيقي هو أقرب واحد للشخصيات وللحدث هو المؤلف لغاية ما يطلع منه الورق جميل تمام ثم المرحلة التانية المخرج صاحب الرؤية فبيبقى كل الكاركترات كل الشخصيات اللي قدامه بالحدث اللي قدامه هو الملم بكل تفاصيلها فهم أقرب حاجة لي بييجي هنا بقى دور الممثل بقى الممثل بالنسبة لي بييجي في لحظة لما بتحصل عملية التوتش دي أو فكرة الاندماج الكامل ده أقسم بالله أقرب ما يكون أنا يعني روحي بتتحط فيه فأنا أقرب واحد لي فهو أنا هذا الرجل كده بالزبط فهو مش هيقول كده وهيقول كده وانا خلاص هي قفلت يعني الناس اللي بتلعب على فكرة المعايشة الكاملة دي اللي هو لساني مش نطقها مش هقدر انطقها أو لساني هينطقها كذا ف ف ف فبصراحة حتى لما روحت بمنتهى التفاهم وبمنتهى الجمال يعني من أستاذ ليس حجه لما قلت له أنا شايف أنه المشهد ده بعد إذنك ممكن أقول فيه واحد اتنين تلاتة أنا دول حستهم كده فالراجل بمنتهى الدماسة والجمال الإنساني والأخلاقي والفني اللي حلوة أوي قوله ومش عايز بس يعني المفروض الناس تفرجت بقى كده على المسلسل اللي هو مشهد موت صهيب صهيب ده بقى يعني كان كان والله كان ناقص يعمل لي لوسة مش عارف عمله زي يعني مش عارف ايه وعايز يلحقه وبعدين بيخش والحرب هتقوم وماش هتقوم طب ده هيتعمل ازاي كان كان صعب يعني فدي من ضمن الأمثلة يعني أنه لما الواحد بياخد الحاجة مؤمن بيها و و و وحسسسها أو يعني بتعمل حاجات صعبة أو في الواحد بصراحة أصعب دور من وجه نظرك انت قدمت وكان ايه أعتقد الجروي يعني من أصعب الأدوار في رسالة الإمام لأنه انفعالاته مكتومة تفاصيله مكتومة حاجات بتطلع بالتدريج يعني يعني رجل قائد وما ينفعش حاجة تطلع منه غلط وكل نظرة وكل حاجة محسوبة واللغة العربية لازم مع اللبس مع الزرد مع الدنيا فكان كان فعلا إعداده نفسه كان صعب قوي فمن أصعب الأدوار فعلا الواحد عملها فضل في الجزيرة يعني بالنسبة لي كان كان صعب قوي وكان برضو سال شريف عرفه يعني اتعلمت منه يعني ما فيش حاجة اسمها فهلوة يعني لما روحت قاعدت حوالي شهر وي في أحد مدارس الصم والبكم عشان أستوعب الفكرة أستوعب لغة الإشارة بس أنا ما خدتهاش بقى كده وبس أنا خدته أستوعب لغة الإشارة واستوعب إخواتي دول إزاي عايشين في فكرة الصمت والشخصية الصمت ده وكل واحد بيعبر عن فكرة الصمت التام ده إزاي ودرجة سامعه هو قد إيه بيقدر يلقط فبيقدر يعايز يعبر قد إيه وفيه ما بيلقطش خالص فتعبيره أقل قد إيه فكت مركز في تفاصيل ده وانت ليك مشهد ضرب نار وانت لأنك مش سامع فانت مش حسس بإنه فيه حسن مصيبة تجرى دي يعني أنت الله يبرك لك كنت عظيم الله ما خالص لا الواحد بيبقى مبسوط لا لا يعني الواحد بيبقى مبسوط لما الواحد بيبقى بيأمل حاجة وحد ياخد باله منها يعني يعني فعلا المشهد ده هو فعلا أنا بيقول لك أن فضل أنا كان دوري فيه كان صغير كنت لسه دي أول حاجة بعملها المشهد ده على وجه التحديد هو من أصعب المشهد في حياتي ليه لأنه كان فيه ساعتها فعلا فعلا ضرب نار يعني كان فيه فكت النار ده ضرب موجود وفعلا فيه ناس بتجري وفعلا فيه ناس بتصوت وأنا مصر أن أنا أموت فكرة السامع دي فلازم تبقى في حالة زهنية بتقول أنا مش سامع ومش ملتفت للحركة اللي حوالي حول أي أصوات لا هنا بقى هنا الفرق بقى أن أنا مش سامع يعني فيه ضرب نار فلازم بعد ما شوف الحركة يجي لي رد الفعل لأ أنا بقصد أنت مش تعرف ساعت بيقولك إيه أنا شايف مش عارف الناس هتفهم أنا شايف بقى فاية حاجة بتحصل يعني ساعة بتبقى أنت عارف أن فيه حد واقف وراتك أنت مش شايف فهنا مفترض ده أنا أقول أي كلام لأ 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 أنه فضل المفترض أنه أنت مش شايف بظهرك فيه ميوت فيه ميوت حتى اللي قدامه الناس قدامه في العزة ففيه ميوت هو فجأة لأ الناس قامت جريت دي حاجة في منتهى الصعوبة يعني هي أنا بقولك بالشاهدة اللي أنا شوف بقولها بعد كام سنة يعني دي كانت من أصعب اللحظات في حياتي ومن أصعب الأدوار في حياتي اللي حاولت بقدر الإمكان يعني إيه أثبت فيها ما تهزش يعني وطبعا مع أستاذ شريف عرفها ونجم كبير وأصلا المشهد جراند فيعني لو باز إن أنا تحركت وجريت مع دول درب النار يعني هيبقى حاجة هنعيد وهنكلف ونظري وعش قوي فدي كانت من الحاجات وأخوي برضو النجم الكبير أحمد السقق برضو من الناس اللي وقفت جنبي في بداياتي بصراحة وداني مساحة والله يرحمه أستاذنا الكبير سامي العدل في فيلم الديلر ده أيوة ده يعني كان برضو من أصعب الأدوار اللي عملتها يعني لأنه فيلم الديلر أنت بت... أنا فرحات الكردي بيتكلم أربع خمس لهجات وإحنا في طبيعتنا كمصريين ما عندناش السمع بتاع لهجات الإخوة العرب قوي في وداننا يعني ما بنتفرج ما كناس ساعتها متعودناش إخواتنا العرب هم اللي عارفيننا وسنعيننا يعني لهجتنا بالنسبة لهم سهلة فلما ييجي أخويا حبيبي من سوريا ولا من تونس ولا ولا هو فهم فيقول اللهجة المصرية لأنه شاف رشدي أبازة وفريد شاو وكل النجوم الكبار العظام دول فاللهجة المصرية في ودنه فيعرف يقولها لكن إحنا ما عندناش الفكرة دي فلما جالي فرحات الكردي كان يعني أن أنا لازم أتكلم كردي أتكلم كردي وأتكلم تركي وأتكلم شامي فموضوع كان صعب فخدت من نفس منهج أستاذ شريف اللي أعلمهولي يعني وروحت قلت لهم أنا عايز أنا كنت كنا بنصور صورنا جزء في تركيا صورنا جزء في أوكرانيا قلت لهم أنا عايز واحد في تلت جنسيات دول يعني كردي عارف اللغة العربية وعايش في تركيا وعايش في تركيا وبالفعل جابولي حدي كده وأعدت معاها كتير وخليته هو اللي يقرأ الحوار كتير وأعدت أسجل بقى وأحفظ وراجع عشان أوصل للفورمة اللي اتعرضت بتاعة فرحات الكردي ده فده يعني كان فرحات الكردي ده أنا بشوف إنه هو كان فيه صعوبة تانية كمان من وجهة نظرها مش بس في اللهجة أنت عملت عبقرية مزهلة في إيبا الله يخليك إن أنا بقيت قاعد عمال محتار يا عمه هو أنت مجرم وشرير ولا أنت هوات جدعة الحيرة اللي بتبقى عندي كمشاهد دي أنا بظن إنه هي مجرد إنعكاس لعبقرية الممثل اللي قدامي إنه حطيني في حيرة أنا مش عارف أحكم عليك ألا أستاذ متحة العدلة طبعا دكتور متحة العدلة الكاتب يعني هو بصراحة كان كاتب فرحات الكرد بمزاج بصراحة وأقول لك بقى تفصيلة يعني برضو شوف يعني من ضمن الحاجات برضو اللي بالنسبة لي كانت مفاجآت في حياتي يعني يعني إنه أنت تعمل مثلا ضيف شرف في مكان مثلا تبقى أنت بتعمل مثلا دور كبير في حتة مش عارف إيه وبدأت ضيف شرف في حتة كده فتلاقي الرد الفعل عنيف وقوي وكان من أصعبهم كان في الاختيار اتنين لما عملت سليمان السيناوي أو إبراهيم السيناوي إبراهيم السيناوي إنت بالضبط تطالع هم مشهدين والمشهد اللي بتقتل فيه مفروض إن من خلال المشهدين دول تعبر فيهم عن هذا الشهيد العظيم وتعبر فيهم عن قوة أهل سينا وتعبر فيهم عن هذا عن الرفض الشديد للفكرة التكفيرية دي والتضحية الكاملة للوطن في مشهدين فأنت عايز في مشهدين تعبر عن ثقافة مجتمع سيناوي كامل وعن حسه الوطني بتاعة كل أهلنا المصرين في سينا وكمان على التكوين الوجداني بتاع إبراهيم نفسه يعني يعني وبعدين كمان لما عرفت إنه الكلام اللي أنا بقوله جزء منه كبير كان في التحقيقات الحقيقية والرجل ده قال كده فعلا قال له من توفران توفران هتعيشوا فران وتموتوا فران والرجل تشاهد لا 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 يعني دي يعني مش عايز أقولك برضو كانت من أصعب الحاجات اللي الواحد كنت حسسها وخايف منها وخايف من رد فعلها وبرضو اللهجة السناوي ليها احترامها يعني ليها ليها خصوصيتها جدا فلازم برضو كان معانا مصحح لهجة فكان مهم برضو انها تتقل بالشكل الحقيقي اللي أهل سينا يحسوا ان في حد بيعبر عنهم بشكل حقيقي مش مجرد انه بيمثل فدي برضو كان من أصعب الحاجات وكان رد فعلها بالنسبالي يعني أكتر من عبطاري الحمد لله يعني طب نظل يعني بالحديث عن الجروي في الإمام الشفعي وده حديث كان مهم جدا بس ده يا خيني برضو هسألة المسلسل الحقيقة رسالة الإمام وجزء من سيرة الإمام الشفعي وتحديدا انه في مصر أنا بظنها لو صحة تعبير ضربة معلم بصراحة احيان انت شفت رسالة الإمام ازاي انت حسيت برسالة الإمام ازاي اهميته بالنسبة لنظام ايه بص يعني رسالة الإمام تعتبر عود احمد للدراما التاريخية المصرية الفنية التي تليق بقامة مصر الفنية العظيمة وبتاريخ مصر احنا كان بقالنا تقريبا اكتر من حاجة وعشرين سنة ما قدمناش عمل تاريخي فكون ان احنا نقدم على هذه الخطوة ونقدم عليها بوعي وبفهم وبفهم شديد ده شيء كان في غاية الروعة وعايز اقول انه رسالة الإمام عشان تطلع للناس بهذه الصورة يعني كان دخلة في نطاق الاعجاز والله يعني كلنا كلنا دون استثناء محدش فينا ما تعبش في فكرة انه يعني نطلع هذا العمل باحسن صورة ممكنة وفخور بهذا العمل جدا جدا لانه كمان كشف شيء مهم جدا كشف انه رغم ان احنا بقالنا اكتر من حاجة وعشرين سنة ما عملناش اعمال تاريخية ومعظم الكوادر اللي كانت بتعمل الاعمال التاريخية دي ما بقتش موجودة لكن احنا من خلال هذا العمل مع نجم كبير زي الأستاذ خالد النبوي في مجموعة شباب عباقرة في التمثيل ادوا ادوارهم بشكل اكتر من رائع عندنا حمزة العيالي عندنا وليد فواز عندنا جمايكا عندنا عندنا فعلا انا كنت منبهر يعني انه لا عندنا عندنا كواد المصر واللادة واتمنى على الله انه هذا المسلسل ومسلسل رسالة الامام يكون المبتدأ انه يفتح الباب لهذه الاعمال التاريخية اللي مصر من حقها تضع يدها فيها وبقوة سواء تاريخها هي الشخصي او تاريخنا الاسلامي فهو فعلا انه مصر دي هي الاساس في كل شيء فيعني رسالة الامام انا شايف انه عود احمد حقيقي فعلا للدراما التاريخية التي تليق فعلا بمكانة مصر وبمكانة الامام الشافي دا انا عايزه يترجم ونبيعه بقى البلاد فورمز من بتاعة بلاد برة الناس تشوف ازاي مصر قدرت انها تعمل تطور فكري في العالم كله من خلال نموذج زي الامام الشافي على سبيل المثال وحضوره في مصر بص يا استاذي انا عايز اقول لحضرتك حاجة وده ليس نوع من انواع التطبيل على الاطلاق ولكن في وعي في عمل هذا العمل بمعنى ايه؟ بيميديا هاب مع الشركة المتحدة انه يسخروا كل شيء في سبيل ان هذه الرسالة تطلع في افخم صورة لها ممكنة عشان في الاخر هتمس المصر دا شيء عظيم لما تلاقي الاستاذ المهندس العبقري الاستاذ عادل المغربي يعمل بحوث ياخد عليها دكتوراه انه يخلق من اثار وحطام مدينة الفستاط اللي موجودة عندنا دلوقتي يخلق المدينة الحقيقية وكان شكلها عامل ازاي ويتعرض على الناس فالشباب الصغير يعرفوا ان دي كانت عاصمة مصر في يوم من الايام كان شكلها كده وملابسها كانت كده استاذة سامي عبدالعزيز تقريبا انا اسف اذا كنت يعني لو اخطأت في الاسم ولكنها عظيمة في انها تنتج ملابس هذه الفترة بهذه الدقة واسمحلي اسمحلي يعني اني ابدي اعجابي الشديد بخالد النبوي لانه خالد انا من وجهة نظر وهو نجم كبير وحفظة للالقاب يعني قدم الامام الشفعي بمنظور انا شايف انه فيه عبقرية كبيرة جدا من ناحية ايه الامام الشفعي ما كانش مجرد فقيه ما كانش مجرد احد الائمة الاربعة اللي امة الاسلام كلها بتتبع قضاياهم الفكرية وقضاياهم الفكرية ده كان شاعر اه طبعا وكان زو حكمة وكان له دماسة خلق وابتسامة معينة ونظرة معينة عشان يستوعب القضايا ويعرف يحكم فيها انا من وجهة نظري انه فعلا خالد النبوي قدر انه يجسد هذه الدماسة وهذا الخلق وهذا الرقي في تقديم هذه القامة بشكل كبير جدا وينطالي بقى على كل الاخوات اللي اشتغلنا مع بعض حمزة طبعا قدم دور اكتر من رائع عامل السرية بشكل عنيف كبار يعني يعني مننا مشاهد كتير يعني انا كنت ببقى سعيد في مشهد الراكب اللي في المية دا اه ايو يعني جامايكا يعني عامل دور عظيم وليد فواز عامل دور عظيم وطبعا كل دا كان بقيادة يعني الاستاذ ليس حجه ورؤيته الاخراجية فانا يعني اسمحلي من خلال حضرتك يعني ابدي كل اعجابي وبقول للناس عشان بس في بعض الناس بتتصيد بعض التفاصيل كده انا بقول من وجهة نظري افرح يعني ليه تجلد نفسك ليه تقعد تتصيد حاجات ملهاش اي افرح حقك تفرح احنا خلقنا في رسالة الامام عصر كامل عصر كامل زي ما تتفرج على جيمة الشرون كده بتطلع بين نخلة يعني احنا خلقنا عصر كامل عصر حقيقي مفيش لا فيه افورة ولا فيه وفيه اظهر موجود وفيه هيئات ولجان كل كلمة محسوبة الضمة محسوبة والفتحة محسوبة اذا يا اخي انبسط يعني انبسط ان انت بلبك قدرت بعد هذا الغياب لما تعود تعود تعمل عمل قوي وعمل راقي وعمل عظيم فانا شغوف بهذا العمل بصراحة وسعيد ان من خلال حضرتك وفي هذه الليلة الليلاء من العيد العظيم ربنا يعود بالخير انه الناس تكون يستمتعت وانه اللي ما تفرجش في رمضان لانه وجبة دسمة فعلا رسالة الامام يتفرج عليها على المنصات منصة ووتشت تفرج عليه ويتفرج باستمتاع بجدة هيستمتع شاهدونا تجدوا ما يصرون ان شاء الله بإذن الله قبل ما اختم انا عايز اسأل سؤال هو هيبدو على شكلة اين نشأة تطرعرعت سيدتي بس هو مش كده بصراع انت منتظر ايه او عايز تروح فين بص ولا مش منتظر اقول لحضرتك حاجة انا 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 املي في الدنيا حاجتين حاجتين اتنين على يعني على المستوى الانساني انه حسب ما يجي وقت الواحد وربنا يفتكره يعني اندي لك بطو الامر اسيب سيرة طيبة كانسان كبني ادم واسيب بصمة مضيئة في مجالي بصمة لاجيال امنية حياتي امنية حياتي ان انا اسيب عمل عملين اعمال تاريخ بصمة تنور للناس بجد مش كلام انشأ ولا كلام بيتقل عشان يتقل ان ننسقف لك يعني ولا نعمل لك ايه والحاجات دي لا دي دا امنية حياتي يعني زي الصيرة الطيبة كبني ادم اللي انا نفسي يعني دي اللي تفضلي في الدنيا ان في شغلي وفي مسيرتي الفنية اسيب بصمة مضيئة لأولادي وللي جايين بعدي انه يقولوا زي ما احنا بديقول دلوقتي على استاذ استفان رستي مسلا نيجي نقول فنسيب بصمة مضيئة نفسي اسيب بصمة مضيئة يعني تبقى افت ناسي ومجتمعي واهلي بالشغلانة بتاعتي يعني ويظن الموزيع في رأيه المتواضع انه هو انت بدأت خلاص يعني فبعد عمر طويل جدا ليك كل طلط العمر والبركة في العمر صق انه دا خلاص يعني حاصل حاصل باذن الله شرفتني واشكرك واسعدتني جدا الى ابعد الحدود وفرحتني اله يفرح قلبك الله يخليك ودايما هتاخد كل اللي انت عايزه لانك فعلا فعلا شغوف الله يخلي دا في حد ذاته شيء رائع نورتني يا نظال الف الف شكر ليك اسمح لي يعني اشكرك واشكر دعوتك واقولك كل سنة وانت طيب وعيد سعيد علينا وعليك وعلى المصريين كلهم وعلى مصر بحالها وكل حبيبنا في كل مكان اللهم امين يا رب العالمين وكل سنة وانت طيب وانت طيب بسنة وانت طيب ثukan امين حبيبنا موسيقى وعلى شبك